وفي مدينة اكجوجت عقدت اللجنة الجهوية للصحة اجتماعا برئاسة والي انشيري ناقشت خلاله الأدوار التي يجب أن تقوم بها السلطات لمحاصرة جائحة كورونا وعقب الاجتماع أدى الوالي زيارة لنقطة تلقيح المواقة في المحضرة الشنقطية الكبرى بمدينة اكجوجت التي تدخل في طار مواجهة الجائحة اللجنة الصحية الجهوية على مستوى ولاية انشيري تجتمع برئاسة والي الولاية سيد حسن صادل لمناقشة الوضعية الوبائية في الولاية وآليات التصدي لها طبقا لمقرر وزارة الداخلية الأخير بهذا الخصوص وأكد الوالي خلال كلمته أمام الحضور أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة بالإضافة إلى أهمية تحسيس السكان بالإقبال على نقاط التلقيح بدوره المدير الجهوي للصحة على مستوى ولاية انشيري طالب جميع الفاعدين في الولاية بالمساهمة من جانبهم في مساعدة القطاع الصحي لمواجهة الجائحة وتطرقت مختلف المداخلات لشهود الإدارات والمصالح الحكومية ومنظمات المجتمع المدنية للتصدي للفيروس وأبعيد ذلك أدى الوالي رفقة السلطات الإدارية والامنية زيارة لمركز التلقيح المؤقت بالمحظرة الشنقيطية الكبرى بأكجوجت وطلع على سير عملية التلقيح داخله اليوم في الحقيقة هذه زيارة قائمة بها لمستوى محظرة كبرى الشنقيط داخل في تصميم تطبيق إجراءات مقرر الوزير الداخلية اللي فيها إجراءات صارمة اللي يعلت كثير من الجهات يحترموهم وقمنا بتأسيس لجان قطاعية لمتابعة كل ميدان من أجل حفاظ تطبيق هذه الإجراءات وهذه زيارة هنا لمستوى محظرة الشنقيط يعبر الرفع الحمد لله مستوى تحسيس لمستوى قطاع مؤسس التعليم كما شهدت إلى ذلك كانت هنا حضور متميس وتسعى المحظرة الشنقيطية الكبرى من خلال هذا النشاط إلى المساهمة في محاربة فيروس كورونا هذه الجامعة كيف تعرفوا هي أكبر مؤسسة تعليمية في الشمال الموريتاني ودورها على كل حال خصوصا في التحسيس والأمور كاملة مثلا تحتاج توعية دورها أهم خصوصا مرتديها نخب أستاذة وطلاب وإداريين ووظيفين من المستوى معين وعلى مستوى الجامعة من التبع هذه لإجراءات الاحترازية بشكل صالح خصوصا في الوسط الجامعي من ارتداء كمامات ومن تعقيم يادي ومن تباع الداخل القاعات هذا طبعا الإجراءات متبعة بشكل صاري على مستوى دوائر الجامعة كلها ويستفيد من عملية التلقيح الأساتذة والطواقم لدارية والطلاب والعمال في هذا الصرح المعرفي الكبير لقناة الموريتانية محمد البلال مدينة أكجوجت